موسيقى الحمد لله الذي خلق الأشكال والألوان ولا شكل ولا لون له والذي خلق الجهة والمكان ولا جهة ولا مكان له سبحانه الأعلى من كل شيء قدرا والأكبر من كل شيء عظمة وعزة وعزة سبحانه غني عن العالمين ولا يشبه المخلوقين والصلاة والسلام على خاتم وأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين الذي جاء بدين الإسلام كسائر إخوانه النبيين بعد أن تكلمنا عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام نتكلم اليوم عن سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وهو العام الذي غزى فيه أبراهة الحبشي الكعبة فأهلكه الله وجيشه قبل أن يدخل مكة وكان أبراهة قد بنى في اليمن كنيسة سماها القليس فلما وجد أن قلوب العرب ما زالت متعلقة بالكعبة سار بجنوده إليها ليهدمها وكان معه فيل كبير فلما دنى من مكة أمر أصحابه بالغارة على المواشي فأصابوا إبلا لعبد المطلب وبعث أحد جنوده إلى مكة فلقي عبد المطلب ابن هاشم فقال إن الملك أرسلني إليك لأخبرك بأنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه وإنما جاء لهدم هذا البيت ثم ينصرف عنكم فقال عبد المطلب ما له عندنا قتال وما لنا به يد إنا سنخلي بينه وبين ما جاء له رجع مبعوث أبراهة ومعه عبد المطلب إلى أبرهة فلما دخل عبد المطلب على أبرهة عظمه وكرمه ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك إلى الملك فسأله الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي مئتي بعير أصابها فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت الآن فيك جئت إلى بيت هو دينك لأهدمه فلم تكلمني فيه وتكلمني في إبل أصبتها فقال عبد المطلب أنا صاحب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمنعها فأمر بإبله فردت عليه فخرج فأخبر قريشا وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ورؤوس الجبال خوفا من أذى الجيش إذا دخل ففعلوا أصبح أبرهة بعد أن كلمه عبد المطلب متهيئا لدخول مكة فبرك الفيل فحركوه للمهوض فأبى فضربوه فأبى فوجهوه إلى اليمن راجعا فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك وإلى المشرق ففعل مثل ذلك فوجهوه إلى الحرم فأبى وأرسل الله طيرا أبابيل من البحر جماعات جماعات وكان مع كل طير ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره وكان كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص مكتوب على كل حجر اسم رجل من جيش أبراهة ينزل على رأسه الحجر ويخرج من دبوره فهلكوا ولم يدخلوا الحرم وجعلهم ربنا كعصف مأكول ومرض أبراهة فتقطع أنملة أنملة وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه وقيل كان العسكر ستين ألفا لم يرجع منهم إلا أميرهم في مجموعة قليلة واعلموا رحمكم الله أن آمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وأرضعته أول الأمر وكان من عادة العرب أن يجلبوا المرضعات لأولادهم وكان بن سعد في ضيق من العيش فقدموا إلى قبيلة قريش ليأخذوا الأولاد للإرضاع بالأجرة فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على المرضعات فلم ترضى واحدة منهن بأخذه لأنه كان يتيما وكانت كل مرضعة تأمل أن تحظى بولد من أولاد الأغنياء فأخذت كل مرضعة ولدا ولم يبقى سوى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته حليمة وقد ذكرت حليمة أمر رضاعه منها عليه الصلاة والسلام فقالت خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي أي أنسى الحمار في سنة قحط لم تبق لنا شيئا ومعي زوجي ومعنا ناقة والله لا نحلب منها قطرة لبن واحدة ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه وما في فديي ما يشبعها فلما قدمنا مكة لم يبقى منا مرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لأننا كنا نرجو كرامة الرضاعة من الوالد وكان صلى الله عليه وسلم يتيما وكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه به حتى لم يبقى من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري فكرهت أن أعود ولم آخذ شيئا وقد أخذت صواحبي فقلت لزوجي والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم وآخذه قالت حليمة فأتيته فأخذته ورجعت إلى رحلي فقال زوجي قد أخذته فقلت نعم والله وذلك أني لم أجد غيره فقال أصبتي فلعل الله أن يجعل فيه خيرا قالت حليمة السعدية فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري حتى أقبل على فديي بما شاء الله من اللبن فشرب حتى روي وشرب أخوه تعني ابنها حتى روي وقام زوجي إلى ناقتنا من الليل فإذا بها حافل أي ضرعها ملآن باللبن فحلبنا من اللبن ما شئنا وشربنا حتى روينا وبتنا ليلتنا تلك شباعة وقد نام صبيانا فقال لي زوجي والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة وقد نام صبيانا ورويا قالت ثم خرجنا فسبقت حمارة الركب كله حتى إنهم ليقولون ويحك تمهلي أليست هذه حمارتك التي خرجت عليها فأقول بلى والله وهي لا تزال قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر فقدمنا على أجدب أرض فوالذي نفس حليمة بيده إنهم كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا ويسرحوا راعي غنمي فترجع غنمي سمينة ضروعها مليئة باللبن وترجع أغنامهم جياعا ما بها من اللبن شيء فنشرب ما شئنا من اللبن وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها ثم لما أقام صلى الله عليه وسلم في بني سعد أربع سنين جاء جبريل وميكائيل وعليهما ثياب ضيض فأخذاه وأضجعاه وشق جبريل صدره الشريف واستخرج قلبه فشقه وأخرج منه علاقة سوداء فطرحها ثم غسله بثلج حتى أنقاه والتأم كما كان قال السبكي وتلك العلقة خلقت في قلوب البشر قابلة لما ينقيه الشيطان فبإزالتها من قلبه صلى الله عليه وسلم لم يبق فيه محل قابل لإلقاء الشيطان قالت حليمة السعدية كان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة فبلغ سنة وهو غلام قوي على الأكل قالت فبينما هو وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان بها لنا إذ جاء أخوه مسرعا فقال لي ولأبيه أدركا أخي القراشية فقد جاءه رجلان فأضجعاه وشقا بطنه فخرجنا فوصلنا إليه وهو قائم منتقع لونه فاعتنقه أبوه واعتنقته ثم قلنا ماذا حصل؟ قال أتاني رجلان عليهما ثياب ضيض فأضجعاني ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعاه قالت حليمة فخفنا أن يكون قد أصيب في عقله فأخذناه ورجعنا به إلى أمه فقالت أمه ما الذي ردكما به فقلت إنا تخوفنا الأحداث عليه فقلنا يكون في أهله قالت أمه والله ما ذاك بكما فأخبراني خبركما وخبره فما زالت بنا حتى أخبرناها خبره قالت فتخوفت ما عليه كلا والله إن لابن هذا شأنه إني حملت به فكان حمله خفيفا عظيم البركة ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته فلما وقع كما تقع الصبيان وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء أتركاه وذهباه ثم توفيت آمنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ست سنوات فأخذه جده عبد المطلب وضمه إليه ثم أوصى عمه أبا طالب بحفظه فجعله أبو طالب في بيته وكان يحبه ويقدمه على أولاده فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين عشرة سنة ارتحل به أبو طالب تاجرا نحو الشام فرآه شخص يقال له بحيرا الراهب فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام ثم جعل ينظر بين عينيه ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه ثم قال لأبي طالب إن لابن أخيك هذا شأنا عظيمة ارجع به إلى بلده واحذر عليه اليهود فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعا ورجع به فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه ثم بعد زمن عرض عليه عمه أن يعمل بالتجارة مع خديجة بنت خويلد فقبل وخرج مع غلامها ميسرة في قافلة مضائع إلى أوائل بلاد الشام من ناحية الحجاز وكان ميسرة إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس فلما رجع إلى السيدة خديجة حكى لها ما رأى ثم بعد ذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وهو ابن خمس وعشرين سنة ثم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة كان بنيان الكعبة قد صار ضعيفا فجددت قريش بناءها فلما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا من يضع الحجر فاتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل يدخل فدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبشروا فقالوا هذا الأمين قد رضينا حكمه فبسط فوبه صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر فيه وقال ليأخذ رئيس كل قبيلة بناحية من نواحيه وارفعوه جميعا ثم أخذ الحجر بيده صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه ننتقل الآن للكلام عن بدء الوحي قالت عائشة رضي الله عنها أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة كان يرى الرؤية فتحصل كما رآها تماما ثم كان يأتي غار حراء ليتعبد فيه بين المدة والمدة ثم في يوم جاءه سيدنا جبريل وهو في الغار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأربعين من عمره فقال له قرأ فقال الرسول ما أنا بقارئ فقال جبريل قرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فقال جبريل عليه السلام في الثالثة اقرأ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني أي غطوني غطوني فزملوه ثم أخبرها الخبر ثم بعد ذلك صار الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة الأصنام ولم يكن هو قد عبد صنما في حياته قط بل نشأ عليه الصلاة والسلام على الإيمان بالله تعالى منذ صغره مثل كل الأنبياء لكنه لم يكن يعرف التفاصيل كلها قبل نزول الوحي عليه وكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة ومن الصديان علي بن أبي طالب ومن الرجال أبو بكر الصديق ثم علم مشركوا مكة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يؤذونه ويؤذون أصحابه وكان ممن عاداه وآذاه أبو جهل عمر بن هشام الملعون وعمه أبو لهب الملعون واسمه عبد العزة بن عبد المطلب وامرأته الملعونة أم جميل بنت حرب وكانت تحطب الشوكة فتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وقد روي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفى فقال يا صباحا فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب الملعون تبا لك ألهذا دعوتنا فأنزل الله قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب فلما سمعت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكر وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وبيدها حجر ملء الكف فقالت بلغني أن صاحبك هجاني ولا أفعلن به وأفعلن وأعمى الله بصرها عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر هل ترين معي أحدا فقالت أتهزأ بي لا أرى غيرك وصارت تذم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت أبو بكر ومضت هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجبتني عنها ملائكة فما رأتني وكفاني الله شرها وفي بعض الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة فأقبل عقبة بن أبي معيط وكان من رؤوس الكفار فأخذ بمنكب الرسول صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم اشتد أذى الكفار على النبي وأصحابه فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة فهاجر قسم منهم وكان جملة من خرج إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانون رجلا وأحدى عشرة امرأة كرشية وسبع غرائب فكان ممن هاجر عثمان بن عفان وزوجته رقية والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وكانت هجرتهم إلى الحبشة على دفعتين وقد رحب بهم ملك الحبشة وأكرمهم عند ذلك أرسل مشرك قريش إلى الحبشة رجلين قدم الهدايا إلى أصحمة النجاشي ملك الحبشة وطلبا منه أن يسلمهم المسلمين فلم يرضى حتى يكلمهم فأرسل في طلبهم فحضروا وكلمه جعفر بن أبي طالب عن الإسلام وبين له ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن سيدنا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم فبكى فحماهم ولم يمكن الكفار منهم وأسلم لله تعالى بعد ذلك وحسن إسلامه وصار من أولياء الله الصالحين ثم مات على الإسلام بعد مدة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وقال لأصحابه مات اليوم أخوكم النجاشي وهو رجل صالح وأما في مكة المكرمة فقد قاس المسلمون تضييقا شديدا من الكفار حتى إنهم حصروهم في بعض الشعاب ثلاث سنوات ومنعوا أن يبيعهم أحد شيئا أو يبتاع منهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرون طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وقت موسم الحج يجتمع إلى القبائل ويدعوهم إلى الإسلام العظيم فاجتمع ذات يوم بجماعة من أهل المدينة ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وقالوا له إنا سنرجع إلى المدينة وندعو قومنا إلى الإسلام العظيم وواعدوه إلى الموسم من العام القابل فلما رجعوا إلى المدينة صاروا يدعون الناس إلى الإسلام العظيم فأسلم قسم من أهل المدينة وهؤلاء كانوا يسمون الأنصار ثم لما كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله ولا يصرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان ولا يعصوه في معروف وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مصعب ابن عمير ليعلمهم أمور الدين فأسلم الكثير منهم حتى لم يبق دار من دور المدينة إلا دخلها الإسلام العظيم الله أكبر ثم خرج من الأنصار إلى الموسم في مكة نحو سبعين شخصا فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا ثم لما جاء الأمر بالهجرة علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة فتشاوروا فيما بينهم واجتمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم وأتى جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلمه بذلك وأخبره بأن لا يبيت في مكانه الذي يبيت فيه فأمر علي أن ينام في فراشه ويتغطى بردائه وأن يؤدي عنه الأمانات إلى أصحابها وخرج صلى الله عليه وسلم والقوم على بابه ومعه حفنة من تراب فجعل ينشرها على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى أن وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فأغشيناهم فهم لا يبئصرون فأخذ الله أبصارهم فلم يروه وبعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته للهجرة ذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأخبره أنه قد أذن له بالهجرة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحبه معه فوافق فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح بذلك ثم ركبا على ناقتين كان قد أعدهما أبو بكر وانطلقا حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه وأمر الله شجرة فنبتت عند مدخل الغار فسترته وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار وكان الكفار يتبعونهما فلما اقتربوا منهما أرسلوا رجلا لينظر إلى الغار فلما رأى الحمامتين والشجرة رجع إلى أصحابه وأخبرهم أنه لا يوجد أحد في الغار وبعد أن ذهب الكفار بمدة أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه طريقهما إلى المدينة فلحقهما سراقة بن مالك بعد أن علم أن كفار قريش قد وضعوا جائزة لمن يأتيهم بهما فلما اقترب منهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض فطلب سراقة من النبي أن يدعو له ووعد النبي أنه لن يخبر أحدا عنهما فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فرسه إلى حالها ورجع هو إلى أصحابه وفي طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان معه أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وابن أريقط يدلهم على الطريق ومروا بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم معبد هل عندك من لبن؟ فقالت لا والله فرأى شاة في البيت فسألها عنها فقالت شاة خلفها الجهد وهي لا تحلب فمسح عليه الصلاة والسلام ظهرها وضرعها ثم دعا بإناء فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه ثم حلب في الإناء وتركه عندها وارتحل وكان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ينتظرون قدومه كل يوم حتى كان اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا حتى قويت عليهم حرارة الشمس فرجعوا إلى بيوتهم وبعد رجوعهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فرآهما رجل فنادى بأعلى صوته يخبر الأنصار بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا لاستقباله عليه الصلاة والسلام ودخل الحبيب عليه الصلاة والسلام المدينة وهو راكب على ناقته فتركها حتى بركت على البقعة التي بنى عليها مسجده الشريف وأقام عند أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد حتى انتهى من بناء مسجده ومساكن أزواجه واستقبله من آمن من أهل المدينة بالترحاب ونصروا دعوته صلى الله عليه وسلم فسموا الأنصار وسمي الذين هاجروا المهاجرين وقويت الدعوة في المدينة المنورة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فصاروا إخوانا متحابين متعاونين وأذن الله بعد الهجرة للمؤمنين بالقتال فقاتل صلى الله عليه وسلم المشركين في غزوات كثيرة وجاهد بمن معه في سبيل الله تعالى فجزاهم الله عنا خيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقواهم ولم تكن هجرته هربا ولا جبنا ولكن طاعة لأمر الله لإقامة دولة الإسلام في المدينة المنورة ومن غزواته المشهورة غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وفتح مكة وغزوة حنين وفي السنة الحادية عشرة للهجرة توفي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودفن بها في بيت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وقبره الشريف معروف هناك يزار إلى زماننا هذا وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بالإجماع أي إجماع أئمة لاجتهاد الأربعة وغيرهم للمقيم بالمدينة المنورة ولمن يسكن بعيدا عنها قال صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه الدار قطني وصححه الحافظ السبكي نقف هنا الآن إن شاء الله لنخبركم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عن بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم فتابعونا وإلى اللقاء